يشارك نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدي لوزا في الدورة العادية السابعة لمؤتمر رؤساء الدول تجمع الساحل الخمس بتشاد على مدار يومي الخامس عشر والسادس عشر من فبراير الجاري وقال بيان للخارجية أن المؤتمر سيشهد تقييم نتائج التعاون في مواجهة الإرهاب ودفع جهود التنمية وكذا تجاوز أطار جائحة كورونا خلال الفترة القادمة مضيفا أن مصر تعد شريكا هاما لدول الساحل التي تربطها بها علاقات تاريخية